موسيقى اهلا اعزائي المشاهدين ارحب بكم اجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاة انك تتبارك من خلال هذه الحلقة هذا الموضوع اليوم رح يكون شيق ومهم كتير اليك اللي بتشاهد واللي بتسمع وعاوزين نلقي الضوء على موضوع كتير كتير مهم متل ما بتعرفوا احنا كتير ما مرات بنتكلم عن تميز المسيح وعن الامور اللي بيتميز فيها المسيح يعني اقصد نوع من واحد لا مثيلة له ما فيش يعني كوبي تانية اللي تشبه يسوع المسيح فهو عجيب هو فريد هو متميز هو شخص لانه بكل بساطة هو جاء من السماء كما قال يحنى المعمدان الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع فإذا أنا بدعوكم ان تشاهدوا هذه الحلقة رح نتكلم عن تفرد المسيح لكن في مجيئه والتركيز الاكتر على صعوده وهل يعني مين بيتميز او بيتفرد اي شخصية تانية في هذا المجال او في هذا الموضوع رح نكتشف رح نبحث مع بعض ورح ندرس هالموضوع حتى نشوف هل فيه كوبي تانية من هذا الموضوع طبعا اذا عندك اي تساؤل او اي مداخلي بعد فترة يعني في يعني كمان شيروا بع ساعة تلت ساعة الخطوط رح تكون مفتوحة واذا بتحب انك كمان تتواصل فيك يعني تتصل حتى يعني فعلا تكون فيه مداخلات وحديث بعضنا مع بعض ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرة تانية لهذه الحلقة موضوعها سيكون عن تفرد المسيح ويتهيأ لأغلب الحديث سنركز على صعود المسيح يصر أن أستضيف إلى هذه الحلقة الأخ شانت وهو متخصص في هذا الموضوع ونحن كثير كثير فرحانين ومبسطين أن تكون معنا أخ شانت في هذه الحلقة أهلا وسهلا فيك أهلا بيك وبكل مشاهدين برنامج ليك ونور شكرا والرب يباركك خلينا بس أنوه في البداية أخ شانت كنا نتكلم قبل الحلقة أو بالأحرم كنا نتحدث مع بعض وحكيت لي عن تميز المسيح بمجيئه لكن الأكثر بصعوده ذكرت اللي آية أنا رح أقراها بس بعدين أنت رح تعلق عليها أكثر اللي هي فعلا لفتت انتباهي بالنسبة لصعود المسيح أو أي صعود آخر والآية هي موجودة في يحن أصحاح 3 والآية 13 مكتوب وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء طبعا يعني أي أن المسيح هو الوحيد اللي تميز في هذا الموضوع صح وانت طبعا كاتب مكتوب بعد دراسة سنين يعني الكتاب هو اسمه الإسراء والمعراج حقيقة أم خراف رح نتكلم عنه بعد قليل وانت هون يعني كاتب في الساب بوين دراسة نقدية تحليلية بحسب المراجع الإسلامية وهذا طبعا اللي انت عامله وكاتبه نعم خليني في البداية أوجه السؤال طبعا إحنا كمسيحين عارفين في هذا الموضوع لكن خليني نتكلم بحسب كلمة الله بحسب الكتاب المقدس كشخص دارست هذا الموضوع من أين جاء من أين أتى المسيح الكتاب المقدس واضح نشكر رب لأجل الكلمة النبوية واضحة سبق قبل ولادة المسيح من العذراء مريم أنه في نبوات اتكلمت عنه في أشعية سبعة أرباطعش يقول ولكن السيد يعطيكم نفسه آية بيحكي عن السيد الرب أدناي يعطيكم نفسه آية هل عذراء وتحبل وتلد ابنا وتدعون اسمه عمانو إيل الله معنا الله خيم في وسطنا الله سيكون منا هذا محور الآية اللي بتتكلم عن هذا طب كيف لكن لو نمشي كمان شوي لأشعية تسعة ستة بتقول الآية يقول يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس للسلام إلها قديرا ولد إلها قديرا إذن كمسيحيين كإيمان مسيحي معروف عند الكل أنه المسيح هو طبيعة إلهية اتحدت مع طبيعة بشرية ومكتوب عنه في الإنجيل مولود تحت الناموس كي يفدي الذين هم تحت الناموس وهذا الغرض من التجسد اللي مع الأسف في بعض الثقافات أو خارج المسيحية في ناس ما بيفهمون الغاية من التجسد لكن هذا هو الواقع أن المسيح قد جاء حتى يفدينا من الخطيئة وطبعا يعني في إنجيل يوحن الأصحاح الأول واضح جدا يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وبنفس الإصحاح يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا يعني مثل ما ذكرت أنه جاء في وسطنا نصب خيمي جاء أنه عاش فيما بيننا في وسطنا ومثل ما ذكرت الآية أنه جاء المسيح ليفتدي يعني جاء الغرض من كل هذا سر التجسد هو الفداء طيب يعني إحنا كمسيحيين وأنا بسألك السؤال طبعا عارف الجواب وأنت عارف الجواب يمكن للتوضيح أنه إحنا مش من ثبرك كلام أنه المسيح إنسان وعملنا منه إله وبالدليل أنه أكثر شعب اللي بيحافظ على الوحدانية قديما وحديثا هم اليهود وبالدليل أنه الكتاب في العهد القديم يتكلم طبعا عن هذا الموضوع طيب إحنا عارفين هوية المسيح ومندرسها شخص عجيب فريد منحتاج لمية حلقة عشان نحكي عنه بالفعل لكن يعني أنا وإنتي جايين من الشرق الأوسط شو الفكر السائد في هوية المسيح من أين جاء يسوع المسيح المسيح بحسب الفكر الشرقي وبالتحديد بحسب الفكر الإسلامي حلو طيب في كثير آيات قرآنية لأن الشرق الأوسط غالبية الدين اللي هو الإسلام طبعا أكثر من أحبتنا المسلمين بيعرفوا القرآن القرآن بيخبرهم أمور كثيرة عن المسيح أيضا مرات بس أنا حاب أعطي كم آية هيك عشان الأخ المسلم يلاحظ أيضا التسلسل في القرآن بيقول أن الله لو أراد الولد لا اصطفى ما شاء مما يخلق الله لو بده ولد يصطفى يشتاء مما يخلق بس بعدين بالقرآن كمان بيقول يا مريم أن الله اصطفاك وطهرك من نساء العالمين ونلاقي مريم اللي الله اصطفاها الله يرسل إلها روحه وكلمته طب أنا لو أرسل روحي وكلمتي شو بيظلم عندي مروحي وكلمتي هي كنهي وذاتي وجوهري وإراتي ومشيئتي كل هذه من الذات الإلهية بالضبط فآيات قرآنية في سورة النساء 171 يقول يقول إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كلمته وروح منه هذا ما يقول القرآن يعود لله كلمة الله وروح في الشك في الموضوع لا 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 أبدا وكمان في سورة مريم اللي تسلسلها 19 والآية 17 يقول القرآن أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فالقرآن بيأكد إنه المسيح كلمة الله وإحنا هذا اللي بنقوله إحنا إيماننا المسيحي شو بيحكي عن المسيح إنه كلمة الله هو الكلمة والقرآن بيأكد نفس الشي فبالتالي تلاحظ إنه في تطابق في مسألة المسيح من وين إجه أيضا كمان لو نسأل أي أخ مسلم هل المسيح عنده أب بشري ممكن يعطونا اسمه يعني لا يوجد فبالتالي من وين هو إجه من وين هذه كلمة الله والروح ليش المسيح متفرد حتى في القرآن في مجيئه في صيرورته كيف إجه كيف روح الله وكلمته تحل في مريم عشان يجي المسيح ما صارت مع آدم مع نوح مع لوط مع موسى ولا محمد ولا أي واحد ولا أي واحد المسيح فريد حتى في القرآن ليس فقط في الإنجيل حتى في القرآن فأسماء وألقابه طبعا فهذا هيك بينظر المسلم لمجيء المسيح بهذه الطريقة هذا ما يعلم القرآن أصلا طيب أنا اقتبست آية من إنجيل يحنى إصحاح 3 والآية 13 اللي تقول لا أحد يصعد إلى السماء إلا الذي ينزل من السماء شو يعني أنت لما بتسمعها الأخشانت وانت كاتب كتاب في هذا الموضوع إيه اللي بدور في ذهنك لما بتسمع هاي الفكرة المسيح بيحكي صراحة علانية بدون شك أو ريب بكل وضوح ليس أحد يصعد إلى السماء إلا الذي نزل كل الأنبياء اللي نعرفهم سواء في الكتاب المقدس أو في القرآن هم بشر عاديين أتوا ولادة بشرية عادية لهم أب وهم ماتوا وهم في القبر الآن إلا المسيح لأنه نزل من السماء هو ألو السلطان لأنه يصعد إلى السماء وبالتالي المسيح فريد في هذا الأمر لا يوجد شخص أو إنسان يستطيع أن يصعد إلى السماء طيب هذا يقودني بسؤال كثير كثير مهم أنت كاتب بكتاب عن الإسراء والمعراج حقيقة أم خرافة نعم وأنا جاي من الشرق الأوسط طبعا نحن بالشرق الأوسط ندرس كشخص عشت في فلسطين ندرس طبعا التقليد اليهودي ندرس العهد القديم نعم ندرس الكتب والمراجع اليهودية وكمان لدينا أفكار عن الخرافات اليهودية فأنا لما بسمع مثلا صعود وكذا أنا مش إشي غريب بالنسبة لإلي أسمعه إنه في كتير ناس يعني ادعت يعني أنت بتشوفها في بعض أقوال الربيين اليهود بتشوفها في في الزردشتية القديمة الفارسية في المانية والآخر أنا مش عاوز يعني حتى في في الديانات الآسيوية القديمة والهندية والهندية كمان بتشوف يعني نفس الكونسبت يعني طب شو اللي اختلف في الموضوع لأنا عاوز كمان بعد هذا السؤال أسألك إسلاميا عن هذا الموضوع شو اللي اختلف يعني يريد تحكي لنا خلاصة إيش لأنت كاتب أنا بالكتاب اتطرقت إلى كثير ناس انحكى عنهم أنهم سروا وعارجوا يعني مثلا كم وحد يعني مثلا كثير يعني بالكتاب أنا أذكر حوالي 43 شخص واو هي ومن القرآن فقط 13 واحد من السنة في خمسة ومن الشيعة من السنة في سبعة ومن الشيعة في خمسة انتقذتك نفس القصة بنفس الأسلوب بطريقة مختلفة بس الفكر هو واحد يعني أعطيك مثال هيك اجهلها على بالي مرة فاطمة بتكنس وأجوا ناس قالوا لها وين علي يعني بدنا عدنا شغلة معاه عشان يحكم بيننا قالت لهم لا في ملائكة بالسمى اختصموا وطلبوا طلع لعدهم عشان يحكم بيناتهم الملائكة تخاصموا يعني اه فانه علي كان طالع فوق للسمى عشان يحل مشاكل الملائكة كمان فهذه واحدة من الأشياء حتى في القرآن وفي الإسلام وفي الأرث السني والإرث الشيعي أنا بتكلم حتى عند السنة في ناس سروا وعرجوا وعند الشيعان أنا ذاكرهم بالكتاب وكمان بالديانات المختلفة المانوية حضرتك حكيت الزرادشتية الزرادشتية الصابعة المندائية يعني مطابقة للقصة الموجودة طبعا نعرفها إسراء ومعراج أرد ويراف مطابق لإسراء ومعراج محمد إسراء رابي إسماعيل هذا موجود في التقليد اليهودي يطابق إسراء ومعراج محمد يعني هو يعتبر من الخرفات بالضبط أنا هلأ لما أحكي هلأ نفس اليهود ما بيأمنوا بهذا الكلام يعني حتى إبراهيم يقول لك كان عنده عربة من كاروبيم وكان يطلع على السماء وهذا كم بس اليهود ما بيأمنوا به إبراهيم ويعقوب وكلام قصص الخرفات قصص كثيرة سليمان حتى في سوء فهم خلينا أقول لك لبعض المسيحين هذا نقطة مهمة كويس أنت أثرتها أنه في ناس بيفكروا أنه أخنوخ يقول وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأنه الله أخذه الكلمة بالعبري لقاح أو نقله لقاح ينا ونفس الشيء في إيلية كمان نفس الشيء الله أخذه وحتى هو حكى لأليشع قاله ماذا تريد قبل أن أأخذ منك نفس جذر الكلمة هي لقاح فهون في ناس بيفكروا أنه هذول الناس ممكن طلعوا على السماء نحن ما بنعرف هل في شيء مهم الكتاب المقدس صامت عن مصير هذول وين هم لأنه ما بيحكي أنه راحوا على السماء أنه الله أخذهم وإن أخذهم يعني أخنوخ مكتوب عنه صار مع الله صار مع الله لم يوجد أكيد وكمان عن عن إسماعي يقوله وكان الرب مع الغلام لا بس بالنسبة لإليا يعني إليا ظهر مع موسى على جبل التجلي على جبل التجلي وموسى أيضا ظهر كنبي أيضا ظهر على التجلي ويقول وكلماه هذا كويس حكيت وكلماه عن خروجه العتيد زي ما خرج شعب إسرائيل من العبودية المسيح خرج من أرشاليم بالصليب حتى يحررنا من عبودية الخطيئة وهو الكتاب بيستخدم يقول وكلماه عن خروجه العتيد وطبعا هنا المقصد الصليب وهم بيحكوا عن الصليب عن الخروج الجديد التدمير الجديد الرب يسوع قال أحدا جديدا سوف أعمل وأنا معاكم ولما نعمل شركة الكسر الخبس وهذا كان واضح أن العهد الجديد تأسس بدم المسيح الذي نسكب على الصليب أخوي شان نعم أنا يعني مثل ما كل الأخوة الأحبة يعرفون أنا مولود في الأراضي المقدسة عشت في الجليل لكن سكنت كمان في القدس ست سنوات وعايشين الوضع المستمر هناك يعني منطقة حامية جدا دينيا وسياسيا في المنطقة هناك وطبعا يعني منشوف طبعا الاختلافات هناك والأراء المتضاربة والعاوز بس أنبر هون لأخوتي إحنا هون إحنا نتكلم عن قضية سياسية لا أبدا وأنا هون خلينا أقول لأنه يعني حتى موضوع الأقصى عندنا تحولت لقضية إسلامية بدل ما إنه قضية سياسية إنه الشعبين بتنازعوا على الأرض هذا موضوع تاني من ناحية سياسية لك إحنا بنتكلم على شيء مهم على حقائق روحية مهمة جدا فأنا حبيت بس أنبر على هذا الموضوع في البداية إنه إحنا بدنا نعرف من وين هاي أصل القصص اللي تستخدم وتستعمل أوكي قلنا في ديانات كتير بيحكوا عن الإسراء والمعراج وبيتكلموا عن صعود إلى آخره ما ما علينا إحنا اللي بهمنا لأنه عايشين في الشرق الأوسط نعم وعم نشوف تعرف المسجد وعايشين ومعايشين كل الأوضاع الدينية والسياسية هناك خلين أسألك بما أنه أنت كاتب هذا الكتاب ودارس وعندك مراجع طبعا أكيد مش كاتبه من يعني بالكتاب أكثر من خمسمية وأربعة وستين مرجع في كل صفحة تفتح تلاقي 12-13 مرجع وكل المراجع الأغلبية الصاحق مرجع إسلامية معتمدة من الكتب الصحيحة لم أستخدم مثلا تفسير البيضاوي لأنه المسلمين نفسهم مش كلهم بيقبلوا به طيب حكيت عن المسيح في الإسلام أنه كلمة الله وروح منه هذا شيء ميز المسيح بهذه الأوصاف لكن أين المسيح الآن إسلاميا بحسب الإسلام طيب إحنا تحب أنا أنتك رأي ولا نشوف القرآن شو بيقول لا طبعا إحنا ما بدنا أراء ما بدنا شو يعني القرآن شو بيقول القرآن في صورة العمران 55 يقول يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا نعم وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة هلا أنا ما بدي أدخل في موضوع جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ليش ما قال إلى أن يأتي نبي آخر بعدك ما قال دائما أتباع المسيح المسيحيين فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة هنا طبعا بس سوري هذا الدليل مهم أن المسيحية ليس كفر لا أكيد ما هو هذا أنا عشانك نبرت جاعل الذين اتبعوك أي اتبعوا المسيح على فكرة اللي بيتكلم بهذه الآية الله يعني عند المسلمين هذا الله بيتكلم وهو بيقول وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا لوم القيامة بس هون بيقول يا عيسى أني متوفيك ورافعك إلي ومطحرك من الذين كفروا يعني متوفيك يعني رح أموتك بالضبط يعني قضية الموت أنه مات يعني فعليا طبعا طبعا فيه مسلمين حاولوا يقول لك هذا الوفاة نوم ومش نوم هذا واضح بدليل من آيات كثيرة في القرآن أنه مش نوم في آية ثانية المسيح بيكلم الله يقول له فلما توفيتني كنت أنت الرقيبة عليهم نعم طب لو المسيح كلما بينام الله يصير الرقيب لا المسيح بيحكي عن الوفاة اللي صارت على الصليب على فكرة المهم هلأ أنا اللي يهمني بالآية ورافعك إلي أبو الضبط هلأ الله بيقول للمسيح ورافعك إلي يعني لو أقول لك أنا رح أجيبك عندي للبيت يصير أنا وبالطريق أخليك في بيت صاحبي واحد ثاني ولا أخليك في مطعم ولا في كافي ولا وأنا بأقول لك رح أخذك أجيبك على البيت عندي فالمفروض وين أخذك على البيت فالله بيقول بالقرآن للمسيح العفو بيقول له مني مطاهرك ورافعك إلي وعلى فكرة إلي يعني وين الله موجود حبور الله بالضبط أنا بصراحة حتى بالمسيحية لما يقول عن المسيح أنه عن يمين الله في مرات ممكن ناس يفهمون عن يمين الله هذا مكان الله قاعد هنا والمسيح سيكون جنبه هاي تشبهات الله ما عنده كرسل وما عنده كده بالضبط هو ما بيحكي عن مكان المسيح يحكي عن مكانة المسيح مكانته عن يمين الله كمان نفس الشيء في القرآن ورافعك إليه ومطاهرك من الذين كفروا الله بده يرفع المسيح لعنده وهذه أيضا ميزة فريدة عن المسيح تفرد بها عن كل بني البشر وعن كل الأنبياء وعن كل ما مذكورين في القرآن ما هو الكتاب يقول وبعدما صنع تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظمة يعني وين وجود الله فلذلك بالقرآن أيضا بيقول في سورة النساء 151 اللي معروفة بها جدل على وما صلبوا وما قتلوا ولكن شبه لهم بل رفعه إليه أنا بدي أناقش فكرة أنه الله رفع المسيح في عندنا آيتين قرآنية زي ما عندنا آيتين بيها تجسد المسيح إسلاميا في عندنا آيتين قرآنية بتحكي أنه المسيح الآن هو عند الله هو عند الله شو يعني شو اللي بدك توصلني ياتوي أخشانت اللي أريد أوصله أنه أنه المسيح جاء من عند الله بكلمة وروح وتم من رسالة وعمل الخلاص والفداء وذهب إلى الله المكان نفسه اللي كان هو موجود به بنفس المكانة وليس المكان عشان بلاش ياخذوا كلمتي حرفيا بنفس المكانة اللي كان موجود بها طلع لها وهذا مكانة المسيح لذلك المسيح لما نكلم نقو ديمس في وحنة ثلاثة الآية اللي حضرتك قرته يقوله وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل نزل من السماء في شرط عشان تصعد لازم تكون نزلت ابن الإنسان الذي هو في السماء يعني هو بيتكلم مع نقو ديمس وهو بنفس الوقت في السماء في السماء وهذا والمسيح حكى عن نفسه أينما اجتمع اثنان أو ثلاثة فأني أكون حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة فأني أكون في وسطهم طيب إذا اجتمعوا اثنين ثلاثة بالصين وعلى فكرة نفس الفكرة هذه موجودة عن الله في القرآن رح نجيها في صورة المجادلة الآية سبعة نفس الفكرة بيترحها القرآن عن الله أنه الله موجود في كل مكان يجتمعون بين الناس وهذا يبين إلوهية المسيح حتى يعني المجادلة سبعة بتبين إلوهية المسيح وأنا ذاكر هذا الموضوع أيضا بالكتاب طيب خلينا نأخذ فاصل قصير أخشان ثم بعدين نرجع نكمل لأنه موضوع كتير كتير مهم أنه نلقي الضوء عليه نعم في هذه الحلقة أنا بدعوك إذا عندك يعني فعلا رح يكون عندك مداخل السؤال من فضلك جهزه عشان تتواصل معنا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا أعزاء المشاهدين منواصل حديثنا مع الأخ شانت وفي هذه المرحلة أخ شانت يعني أنت ذكرت أنه في أكثر من 43 قصة اللي بتتكلم عن أنه أشخاص عرجوا صعدوا وعرجوا إلى السماء لكن الشيء اللي بميز بقصة المسيح أنه الكتاب واضح جدا وأنه دايما فيه شهود عيان أكيد فيه شهود عيان والتسلسل الأحداث بيتكلم بصيغة واضحة وضوح الشمس مش لاحلم ولا أنه يعني قول بدون الشهادات والتأكدات فكل شيء لازم يكون مستند إلو السند الكتابي أو من خلال الشهود أنا عاوز طبعا أسيب من كل الشخصيات التانية من الهندوس للفرس لكن عاوز أركز بهذه الفترة على رسول الإسلام يعني أنت برأيك هو صعد أنه فيه عندنا مسجد اسمه مسجد الأقصى برأيك هو صعد للسماء لأنه كل مسلم عندنا بآمن أنه عرج على القدس وصعد من هنا فأنت بحسب رأيك هل الإسراء والمعراج تعتبر كمان أسطورة في الحقيقة ولا هي يعني خرافة ولا هي واقع لا لا هي مش واقع أكيد وهي خرافة وليه؟ ليش؟ أولا بداية معظم علماء الإسلام أقروا بعدم وجود المعراج حرفيا في القرآن يعني لم يذكر المعراج صراحة في القرآن هذا واحد هذا في شيخ كثير ممكن المسلم يتابع من ورايا ويتأكد هذا الكلام لم يذكر المعراج صراحة في القرآن نجي على مسألة الإسراء حتى الإسراء أنا برأيي شخصي وهذا الكونكلوجين تبع الكتاب الاستنتاج أنه حتى محمد لم يذكر هذه القصة أساسا القصة تألفت عن محمد بعد ما مات بسنين طويلة لأن المسلمين صار عندهم كيان صاروا مسيطرين على أراضي كبيرة مثل الفرس وحضارات كبيرة حضارة الفرس حضارة الآشورية كل الشرق الأوسط السريانية الفينيقيين في لبنان الأقباط في مصر صار عندهم أمبراطورية فبالتالي هم مطالبين بينهم عندهم دين وكتاب وهم زيهم زي بقية الأنبياء يعني شمعنا بالصابع المندائية عندهم اثنين سروا وعرجوا ومحمد لا فبالتالي المسلمين هم من صاغ هذه القصة هلأ استندوا على آية قرآنية غير واضحة ما لها علاقة بمحمد وقالوا هذه تتكلم عن محمد وضحها أكثر اللي هي في صورة بني إسرائيل أنا بقول صورة بني إسرائيل هلأ مسلمين كثيرين ما بيعرفوا أن هذه الصورة تبدل اسمها هي اسمها الآن صورة الإسراء بس هي بالحقيقة قبل اسمها كان صورة بني إسرائيل ليش اسمها صورة بني إسرائيل من الشطر الأول إسراء بضبط ليش هيك صار لأنه كل الأسماء في معظم الأسماء تقريبا 68% أنا ذاكر هذا دراسة بالكتاب كمان عامل دراسة أكثر من 68% من صور القرآن أخذت من أول آية صورة الماعون الماعون الكافرون كافرون هيك يعني الكوثر الكوثر هيك فبالتالي صورة بني إسرائيل لأنه بداية الصورة تتكلم عن إسرائيل يعني سبحانا الذي أسرى بعبده ما بتتكلم عن محمد ليش أنا خليني أقول لك شي وأنت يعني نعمل زي محادثة ناخذ وننطي ونشوف شو بيصير لو أنت جيت وقرأت الآية القرآنية واللي بتقول سبحانا الذي أسرى بخليله شو رح تفهم مين المقصود؟ أنه بيتكلم عن إبراهيم خليل الله لأنه خليل الله طب لو قال سبحانا الذي أسرى بكليمه بيتكلم عن موسى ولو قال سبحانا الذي أسرى بمسيحه معروف أنه المسيح نعم طب لما يقول سبحانا الذي أسرى بعبده المسلمين يقولون محمد بس محمد لقبوا رسول الله كان المفروض الآية تقول سبحانا الذي أسرى برسوله لكن لما تقول سبحانا الذي أسرى بعبده مين اللي لقبوا عبد الله؟ مين؟ في القرآن في الإسلاميا إسلاميا يعقوب سنيا وشيعيا عبد الله هو لقب يعقوب بيشرحوها والكلام اللي طالع من حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس ابن عباس يقول كلمة إسرائيل معناها من مقطعين هي إسرى معناها عبد وإيل معناها الله فكلمة إسرائيل تعني عبد الله وابن عباس يقول هذا لقب أطلق والله على يعقوب مع أنه إسرائيل باللغة العبرية تعني أمير مع الله يعني من صار يعني رئيس السلام صار شلوم وزير أو أمير السلام هم فسروها بهذه الطريقة وهم كأرث إسلامي سواء سني أو حتى شيعي على فكرة لو تروح على مراجع الشيعية نفس الكلام موجود أنه يعقوب اسمه إسرائيل لأنه إسراء عبد وإيل الله فهو عبد الله لقبه عبد الله أنا لما أقول يا عبد الله مش رح يجاوبني إبراهيم ولا موسى رح يجاوبني يعقوب يقول لي نعم اللي هو إسرائيل اللي الله سمى إسرائيل بعدين رح يقول لي نعم شو بدك مني فالآية القرآنية كقرآن هي أساسا تذكر موجودة عن يعقوب بعد 200 سنة من موت محمد المسلمين بدوا يصيغون هذه الأفكار علشان يمجدوا بمحمد ويعطوه صبغة يعني يعطوه قوة وعلى فكرة لو تروح على الشعراوي واحد من يعتبر من أعظم شيوخ الإسلام في وقته الشعراوي يقول أنه محمد في معجزة الإسراء والمعراج ثبت أنه هو أعظم الأنبياء لأنه طلع للسماء يعني تخيل هم بيستخدموا هذه القصة عشان يعظمون من محمد وجعلوا أنت تعرف في الإسراء والمعراج أنه جبريل وصل مكان قال له المحمد أنا أنت قدمت احترقت ولكن أنت أنت قدمت اخترقت يعني جبريل مش قادر يدخل محمد دخل إلى قدس الأقداس السماوية حيث الله موجود وعلى فكرة هذا يخالف القرآن ليش؟ لأنه الله في كل مكان ورح نجي آيات نمر عليها بسرعة عشان الوقت رح نتكلم عنها طب و يعني هذا الأشي اللي أنت بتحكيه طبعا خطير جدا هل في يعني شيء يخالف هذه القصة قصة الإسراء والمعراج أكيد عندنا آيات نحن رح نستعرض على قدر ما يعطينا الوقت تفضل على السريعة في سورة الإنعام الآية 35 يقول وَإِنْ كَبِرَ عَلَيْكَ أَعْرَاضُهُمْ الله بيكلم محمد محمد كان زعلان فالله بيكلمه بيقول له وَإِنْ كَبِرَ عَلَيْكَ أَعْرَاضُمْ أي عراض قريش عن رسالة عن رسالة محمد وَإِنْ كَبِرَ عَلِكَ أَعْرَاضُمْ فإن ابتغيت نفقا في الأرض أو سلما في السماء فلن يصدقوك أو لن يسمعوك فتأتيهم بآية فلا تكون أنا من الجاهلين بالأخير يعني الله بيوصل رسالة إنه لو دخلت بالأرض من مكان وطلعت من مكان ثاني بسرعة اللي هي زي الإسراء أو حتى طلعت على سلم إلى السماء وعلى فكرة المعراج تعريفه هو السلم المنصوبة إلى السماء وهذه صارت مع يعقوب لما النام وشاف الملائكة طالعة للسماء الله بيعاتب محمد يقول له حتى لو أطلعك للسماء ما رح يصدقون بك المصيبة وين؟ إنه هذه الآية في صورة الأنعام 35 جاءت زمنيا بعد صورة بني إسرائيل بعد صورة الإسراء فكيف الله إذا هو الله بالحقيقة أخذ محمد طلعه للسماء كيف بعد شهر أو سنة يرجع يقول له تعرف يا محمد حتى لو أطلعك ما رح يفيد هذه ازدواجية لا يعقل أن الله ينسى أنه أخذ محمد في الإسراء والمعراج هذه الآية تبين دليل على أنه الآية هذه تخالف القرآن طبعا أنا بستشهد في جدول اللي عملوا اثنين دكاترة في الإسلام عندهم رسالة الدكتوراه واحد أحمد شكري وعمران نزال صدر عملوها كتاب عسمه صدر في عمان في الأردن علم التاريخ نزول الآيات القرآن الكريم وصوره بيحطوا لك زمانيا هلأ كل الآيات اللي رح أحكي لك إياها زمانيا هي بعد القصة تبعة الإسراء والمعراج وهذه الآيات رح نشوف أنه هي تنفي طب خلينا يعني بدل ما نشوف خلينا نشوف يعني بس آش سريع طيب في صورة الحجر الآية 14 و15 يقول الله بيكلم محمد يقول له حتى لو أخذ القريشيين وأخذهم للسماء هم أخذهم للسماء يعرجون رح يقولون لا احنا كيد سكرانين وما رح يسطبون فبالتالي لا ينفع أنه أنا أعمل المعراج للناس فما رح ينفع معاك يصدقوك وعلى فكرة الإسراء والمعراج ما علي أي شاهد أنت حضرتك حكيت شيء مهم المسيح لما انطلع للسماء لما سحابه أخذته من عينهم كانوا في ناس موجودين شهود كثيرين نعم شهود عين أمام في النور مش بالليل مش بالظلمة الإسراء والمعراج بالليل وبالظلمة ما في حدا شاهد طيب هذه الآية بتبين عدم جدوى أنه الله يعمل إسراء ومعراج لأنه لو عملها بالقريشين نفسهم ويطيرهم للسماء ما رح يصدقوك فبالتالي يعني لاهوتيا منطقيا مش مقبولة في الأنعام 125 آية خطيرة أخرى يقول يقول من يرد الله أن يظله أي الله يقصد العادة لأله ومن يرد أن يظله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء مفسرين الإسلام خصوصا ابن كثير شو بيقول يقول الإنسان الكافر اللي ما يؤمن اللي إيمانه ضعيف هل قد ما هو إيمانه ضعيف الله يخيل له أنه هو يصعد إلى السماء طب هذا لو أطبق ما قاله ابن كثير يجعل من محمد كافر وغير مؤمن حتى يتهيأ له أنه هو طلع للسماء خلينا كمان نقول أنه يعني إحنا بنحكي على حلم هو مش أنه بل فعل يعني الإسراو المعراج عائشة قالت ما فقد جسد رسول الله وكانت كان موجود بالفرشة وما غاب بالجسد يعني وبالتالي حتى المسلمين هم نفسهم اختلفوا هل كانت هذه كلها نوم رؤية طب أنا كمان بالأحلام أنا كذا مرة شفت نفسي بطير زي سوبرمان ما معقول أصحى الصبح أقول أنه كنت بطير الناس صحك علي طيب يعني واضح أنه فيه آيات كثير أنا ألاحظ يعني عم باتبع النوتس اللي حضرتك يعني طابعهم يعني فيه كثير آيات أنا بناقش كمان بالكتاب هذه الآيات كمان في سورة بن إسرائيل الآية 42 هذه مهمة معلش بس أحكيها بسرعة بعجالة فضل يقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذ لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أشرح بيقول إذ هم يقول لو للناس بتدعي أنه مع الله في آلهة أخرى لو كان فيه واحد إله غير يعني مع الله شريك إله لكان وصل للعرش وبالتالي هذه الآية تخالف الإسراء والمعراج وتجعل من محمد شريك لأله فهل يقبل المسلم أن يجعل مع الله شريك يعني وهذا بتبين أنه المسيح اللي صعد إليه رافعك إليه أنه هو الله لأنه مستحق يكون مع الله في شركة في مكان واحد أو في مكانة واحدة طب السؤال اللي بيقودني طبعا أنا عارف أنه كاتب كتير يعني مستشد بآيات قرآنية لكن وشروحات مسلمين تأيد الكلام أيوان طب هل الأحاديث يعني عندك من الأحاديث دليل على أن القصة فعلا مخترعة مش حقيقة نعم بيقولوا في أحاديث يذكرون حديث مهم هذا ذكروا سنن أبي داود مذكور سنن أبي داود يذكر هذا الحديث محمد بعد غزوة خيبر وقيلة أبوك مهما كان شو الغزوة المهم بعد الهجرة لأنه لاحظ كل المسلمين يجمعون الإسراء والمعراج حدث في مكة قبل الهجرة الآن الحدث هذا رح نحكيه بعد الهجرة في سنن أبي داود حديث رقم 41932 محمد دخل على عائشة في الخيمة كان عندها لعبات لعب تعرف عائشة كانت صغيرة بتلعب اللعب فدخل عليها شاف شي غريب حصان عنده جناحين فضحك قالها حصان بجناحين ضحك أنه مستغرب كيف حصان عنده جناحين فعائشة بتقول له لا هذه حصونة تبعت سليمان كان عنده حصان بجناحين اللي أريد أوضحه إذا كان محمد سرى وعرج على البراق وهي حصان عنده جناحين كيف يستغرب أنه عائشة عندها لعبة بحصان بجناحين كان بالأحرى من محمد حسب هذه الرواية في الحديث كان يقول أوه هذا البراق أنا بعرف وأنا ركبت عليه لكن هون محمد استهجانا بيقولها لعائشة حصان وعنده جناحين هذه وين عمرنا ما شفنا هيك شغلة يعني فهذا حديث ينسف حتى كون محمد سرى وعرج والبراق وهي حصان عنده جناحين هذا ينسف هذا الأمر يعني طبعا فيه بس نقطة قبل أن أخذ بعض المكالمات نعم أنه بالنسبة للمسجد يعني تبنى في وقت لاحق أكيد في أيام عبد الملك بن مروان يعني بعد تقريبا شي تسعين سنة أو أكتر شوي يمكن يعني يعني بعد ممات محمد بسنين طويلة بسنين أكتر من تسعين سنة يعني تقريبا يعني في الدولة الأموية بالأموية نعم أنه بعد سنين بعد سنين طويلة من موت محمد أكيد فهل لما بني هذا المسجد يعني تخليد لذكرى الإسراء والمعراج هذا اللي عاوز أعرفه طب أنا أرد أجابك بسؤال ممكن فضل لو أنت عبد الملك بن مروان وعايز تبني المسجد تخليدا للإسراء والمعراج شو بتسوي بالآية اللي بتحكي سبحان الذي أسرى بعبده بحطها على المدخل على الباب صح؟ لأنه عنوان تكون طب هذه الآية مش موجودة بالمسجد الأقصى وكل الآيات أنا دخلت على برنامج بانوراما يعني تروح على الأنترنيت تدخل على المسجد الأقصى من جوه وشفت الآيات اللي محطوطة حتى من جوه اللي خاليها من جوه آيات معظمة تتكلم عن المسيح هلأ عبد الملك بن مروان اللي عمل عملة على وجه من عدها صليب والوجه الثاني مذكر كلمة محمد وكلمة محمد هذا لقب من ألقاب المسيح على فكرة مش محمد رسول الإسلام يعني ومحمد رسول الإسلام دارسين مسلمين قالوا اسمه قثم مو اسمه محمد هذا لقب المهم الآن عبد الملك بن مروان لما بنى هذا المسجد بنى نكاية بالزبير لأنه كان بيحث الناس على وكان يريد يعني عبد الملك بن مروان بنى المسجد عشان يعملوا بديل عن الحج في الكعبة وشجع الناس عشان يحجوا الشيء المهم الملفت للنظر أنه هذاك الوقت لما عبد الملك بن مروان من بنى المسجد كان مين هناك موجود كان أنس ابن مالك عايش هناك وموجود وعنده منصب عبد الملك بن مروان فبالتالي لما نتروح ترجع لكل قصص الإسراء والمعراج كلها يرويها أنس ابن مالك طب أنس ابن مالك مين هو؟ طفل صغير طفل صغير طفل صغير كان اجه شاف محمد بعد الهجرة يعني هو ما بيعرف محمد في مكة وكان عمره عشر سنين سنت اثنين هجرية أنس ابن مالك عمره عشر سنين طب هذا كيف سمع بالإسراء والمعراج ومنجا بالحديث وكيف حفظ يعني واحد عايش يعني أنت مثلا خلي نقول في تل أبيب بيحكي لك عن أورشليم شو بيصير ما بتزبط عايش واحد بمدينة ثانية وكان طفل فإذا الشاهد يعني حتى اللي يستند على شهادته وأنا جاي بمراجع أنه أنس ابن مالك كان ينسى مرة علي بن أبي طالب سأله على شيء قال له ما بعرف نسيت فعلي قال له الله يضربك بالبرس وحسب المراجع أنه الله ضرب أنس ابن مالك بالبرس فالمسلمين عاملين قصة وأسطورة قائمة على طفل وكان ينسى وكان كذاب كمان فيه مراجع ثاني بتحكي أنه هو بيكذب وهو ما كان موجود في مكة وكان طفل وقتها كان عمره سبع سنين خلينا نأخذ بعض المكالمات الأخت نهى من بريطانيا أهلا وسهلا أخت نهى انت معنا على الهوى تفضلي من أمريكا من مشيق آسف تفضلي من أمريكا السلام المسيح معاكم مع أخشان أهلا وسهلا فيك تفضلي أختي أخشان عرفه يطلع بالأرامية المهم أخ نظار أنا يعني أنزعج من يقولون المسيح يعني هو نبي ومش المحمد أقول إزاي يعني أناقش من بيعاد القديم صح كانوا أنبياء يتبهون يجي المسيح من بعد المسيح ماكي أنبياء عزيز ماكو أنبياء يعني 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 اللي أقول يعني شو الأقول الأنبياء أخطأو والأنبياء كان غشر مثلنا والأنبياء ما كانوا كاملين الرب يسوح الرب يسوح كان كامل ورب يسوح جم Belagab يعني شو أحياني شبه يعني 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 المسيحيين والمسيحين يعرفون إنما الرب يسوح هو إله كامل وبمشار كامل وما في نبي نهائيا من بعد المسيح وهذا يعني أنا أوضح أبدا أوضح حجر بل بضيق الوقت وسلامي تحياتي أخشان أنا شوفة الأرامية طبعا الرب يباركك يا أخت نوها شكراً كتير على المداخلة طبعاً خلينا أقول يعني عيب أن نقارن شخصية المسيح في أي شخصية أخرى أكيد لا يصح يعني أنه ليس له شبيه ليس له مثيل فريد في كل شيء في شخصه في إلهوته في ولادته في حياته في صليب في كل شيء نعم أخذ مكالمة تانية من الأخت نهال من بريطانيا أهلا وسهلا أخت نهال اللونسي الخير يا حضرت الأنسيس ربنا يباركك برحب بيكو برحب بالأخ الكريم والأخ شامت اللي فعلاً مليان إخلاص في إظهار الحق فربنا يبارككم على كل موضوع بتختاروه علي دقولت علي وادخل منه على سؤال من خلال كلامي مع الإخوة المسلمين بقابل مشكلة جوهرية بالذات لما بتكلم عن شخصية المسيح بنعنى أنه لو أنا سبتلهم من القرآن أن يسوع هو الله لأنه كلمة الله وروحه منه بيسألوني على طول هل أنت بتؤمن بالقرآن أنه كلمة الله على الشيء تستشهدي بي فأنا بأضطر أقولي الحقيقة أنا لا أرى أن القرآن تلمة الله بسرية دي اللغة اللي حضرتك بتؤمن بيها فلو سبتلهم من الكتاب المقدس أن يسوع هو الله الظاهر في الجسد وأن المتفرج بحاجات كتيرة وما حدش عمل الحاجات دي زر الله نفسه زي الخلق وغفران الخطايا إلى آخره يعني على طول بيقولوا كل الكلام ده إحنا الكتاب المقدس محرف ولا نأخذ به وعلى فكرة كل الأعمال اللي بيعملها بيقولوا أنه بيعملها بإذن الله فأنا بصراحة بأصل لحر أسد معهم فأنا كمان عارفة داخلية أنه لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس وهنا بيجي سؤالي زي ما سألت بالزبط منهم بما أن الله عادل ومحب للكل للمسيحيين وللمسلمين فهل الروح القدس ده لم يوطى إلا للمسيحيين فقط ولماذا لم يوطى للمسيحيين علشان يساعدهم على الإعتراض بأن يسوعه والله وربنا يبرك ربنا يبركك شكراً كتير لأخت نهال أي تعليق أخي شانك أول قبل كل شيء تقول بتحكي مع المسلمين ليش تستخدم القرآن كحجة نحن بنستخدم القرآن كحجة لأن المسلمين نفسهم يكذبون كتابنا ويقول لك هذا محرف طيب خلينا نشوف هذا اللي بتحكي عنه مش محرف بيقول نفس اللي بنقوله وبيقول أن المسيح فريد في الولادة وفي الصعود وهو عند الله الآن فأنت ليش ما بتقبل بيه هذا من كتابك يعني هذا من عندنا يعني محبتنا لأخوة لحبتنا المسلمين تخلينا نتماشى معاهم إلى درجة حتى نشرح لهم من القرآن في آيات قرآنية بتبين نفس الفكر اللي احنا نؤمن بي اللي تتكلم عن وحدانية الله عن لهوت المسيح عن صلب المسيح وبالتالي احنا ما عندنا اختلاف عليه ما عندنا اختلاف هالموضيع لكن هي مسئلة لغة أنا بتكلم معاك في اللغة العربية لو كلمتك في لغة بالصينة مثلا لا طبعا ما راح أفهم ولا شيء راح تفهم علي فبتكلم في الشيء المشترك بينه بينك كمان أرجع علق على كلمة بإذن الله المسيح مذكور عنه أنه هو كان يحيي الموتى ويخلق والخلق هذه صفة من صفات الله والله لا يعطي صفاته أخص خصوصياته الأحد فبالتالي الخلق هذا شيء المسلمين يقول لك لأنه مذكورة بإذن الله ما كمان في آية بالقرآن الله بيتكلم عن نفسه ويقول بإذن الله يعني فبالتالي مش معناته بإذن الله أنه الله يعطيه بردو بتوري تفوق المسيح وتميز المسيح ليس لأننا نحتاج إلى شهادة فالكتاب المقدس واضح جدا لكن برضو على سان الشخص الآخر يفهم كمان عشان بس الروح القدس لأنها قالت ليش الله ما بيخلي الروح القدس يتعامل مع المسيح لا الروح القدس بيسكن بنا كمسيحيين لحظة الإيمان بالمسيح لكن أيضا الروح القدس بيبكت الغير مسيحي سواء كان مسلم بوذي هندوسي مهما يكون دينه بيبكتوا على الخطية وبالتالي الروح القدس بيتعامل مع ناس عشان يبكتهم على خطيتهم عشان يحسوا أنهم محتاجين إلى كفارة المسيح اللي عملها على الصليب أخوي شانت نرجع لموضوعنا بما أن المسيح صعد إلى السماء وهذا جزء مهم جدا من العقيدة المسيحية وجود المسيح في السماء كالرب الممجد الحي إلى أبد الآبدين إلى أن يأتي ثانية وبيأخذ كنيسته معه لكن كيف نفهم هذه القصة قصة الإسراء والمعراج اللي بيتكلموا عنها أحبائنا المسلمين وإن اللي ممكن نتعلمه بخلال هالأكم دقيقة اللي بقيوا معنا ماشي شوف قصة الإسراء والمعراج لما انتقراها كلها رح تلاحظوا أنه الغاية منها محمد يطلع عند الله الله يقول له خمسين صلاة يقول له لا وهو نازل محمد يوافق موسى يقول له لا أنت شو سويت خمسين كثير المهم يصير مفاوضة بين الله ومحمد يطلع يقول له خمسة واربعين يرجع موسى يقول له ما تقدرون وهكذا إلى أن يوصلون إلى خمسة إلى خمسة ومحمد يقول له صلوا خمس مرات وأجرها متعادل خمسين صلاة حلو طب محمد ليش ما ذكرها في قرآنه يمكن تنصدم إذا أقول لك أنه لا يوجد في القرآن أنه صلوات خمسة ما موجود في القرآن ثلاث صلوات فإذا كان الإسراء والمعراج قد تم بالحقيقة وإذا كان كل الغرض منه أنه حتى الله يعطي خمس صلوات لمحمد ليش محمد ما ذكرهم أليس الكلام من فم الله وحي أفضل من الكلام من فم جبريل ليش محمد ما وضعهم في القرآن وقال أنا ليش محمد ما ذكر في القرآن على الأقل ولو آية تتكلم عن الإسراء بشكل واضح ونحن نعرف بالكتاب المقدس أي عقيدة لازم يكون لها سند ومرجع كتابي عدة آيات اللي بتوضح نفس التعليم بيكون مشهود لها بكده آية حتى تصيغ العقيدة كلمني عن صعود المسيح أجب لك آيات كثيرة من الإنجيل عن تجسد وعن كل شيء فبالتالي العقيدة المسيحية واضحة في آيات كثيرة اللي عاوز أقوله ليس مثلاً آية أو حديث يتيم مثلاً من ولد مثل ما ذكرت وحلم وغير مؤكد وتبني عليه اليوم يعني أسطورة أسطورة طويلة قضية كبيرة اليوم لو تشوف بالكتاب أنا حطيت أشياء كثيرة وياريت لو المسلمين يعني اتفقوا على قصة هم في كل شيء مختلفين مكان الإسراء وقته حدوثه بأي سنة بأي مكان بأي زمان شو ركب حتى مرة يقول لك مش على البراق هو جابوا له قفص من لؤلؤ وبي فراش ونام بي وطار بي على الأقصى قصص الأسيوية كثيرة قصص مختلفة هم المسلمين نفسهم ما عدوا ماتفاق على قصة موحدة وقصص العذابات في النار وزار النار وزار الجنة هذه موجودة في معراج إبراهيم موجودة في معراج إسماعيل موجودة في معراج موسى موجودة في معارج وأسراءات خرافية أسطورية كثيرة وبالتالي المسلمين صاغوا خرافة وأسطورة تشابه الخرافات والأسطورات الثانية وانت بتتكلم مش من شانت انت تتكلم بتقول أنه بهذا الكتاب كله هذا على فكرة اطرحتي للماجستير العالي أنا عملته وهذا بيذكر كل المراجع الإسلامية شو ما حكت في كل سطرين تلاقي مرجع أنا ما بتكلم من عندي أنا كل ما بجيب مرجع يأكد كلامي هذا يعطي مصداقية لي لأن من السهل تعرف أسهل طريقة أنا بلاحظ حتى على الفيسبوك أسهل طريقة أنك تهاجم من غير ما تبحث من غير ما تدرس إيه الرسالة اللي عاوزة توصلها يا أخشانت اللي أريد أوصله لكل أحبتي المشاهدين مسيحيين مسلمين مهما يكونون أن المسيح شخص فريد فريد في الولادة فريد في الصعود فريد في كل شيء فريد حتى بشخصه أنه هو حقق ناموس موسى فبالتالي صار هو الذبيح المستحق أن يكون مرضي أمام الله هو الغير محدود الذي قادر يشبع الله الغير محدود اللي احنا أسئنا له فبالتالي انتعلقنا بصليب المسيح وقبلنا عمله الكفاري على عود الصليب كعمل فدائي نيابة عن خطايانه صار إنه الحياة الأبدية وصار إنه الغفران الأبدي وصار إنه الدخول بدم المسيح كما يقول الإنجيل صار لنا الدخول إلى قدس الأقداس السماوية على حساب دم المسيح مش على حساب أعمالنا لأن كل أعمالنا ما بتودينا لشيء أعمالنا بتودينا على جهنم لكن إيماننا هو اللي بررنا بالإيمان ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد هيك تقول الكلمة فبالتالي رسالتي لكل واحد بيسمعنا لهذا اليوم وحتى اللي بيشوف الحلقة بالإعادة على اليوتيوب أول ما بكان تعلق بالمسيح لأنه هو الطريق الوحيد هو قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة اللي يآمن بي هو اللي يخلص واللي بجذبني في شخصية المسيح أنه فعلا في كل شيء واضح جدا حازم حاسم في كل شيء أخيرا أخشانت أنا متأسف أن الوقت يعني في موضوع طويل عريض أنه هيك أزف لكن لو حد يعني أنا حتى إذا فيه علماء يعني بحبوا يبحثوا كتابك أو كذا أو يجاوبون عليه ممكن يعني أبسط إشي ممكن تتواصلوا معنا تفوت على الفيسبوك على الأونلاين تكتب لنا وإذا طلبت كتاب بعد إذنك إحنا فينا نوجههم لهذا الكتاب وإذا طبعا يعني الشخص اللي بدي يقرأ الكتاب أكيد بدك تقول له شيء أكيد أنا أريد أقول اللي يقرأ الكتاب أنا كتبته مش بطريقة أحاول أقلل أنا بالعكس أنا بثبت في هذا الكتاب أنه محمد لم يذكر هذه القصة أصلا المسلمين افتروا على نبيهم المسلمين ساءوا إليه ركبوا على أحمار وطلعوا وطار أصلا المسلمين بيسيئوا له من محمد أنا بدي أقول هذه خرافة هذه أسطورة اقرأ الكتاب عشان تعرف أنه محمد ما عمل شيء وهو إنسان عادي لا يقوى على أن يعمل شيء ليس أحد يصعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء يسوع المسلمين إبن الإنسان الذي هو في السماء وهذا طبعا يعني فرادة المسلمين فعلا هذا كل كل شيء شكرا كتير أخوي شانت الرب يباركك يبارك حياتك ويبارك خدمتك وإن شاء الله بتكون معنا كمان هيك في حلقات مستقبلية حتى نبحث في موضوعات أخرى وأنا بعتذر أنه ما أعطينا الموضوع حق لأنه أنا عارف نكاتب آيات وأفكار كتير مثل حبينا نوصل يعني خلاصة بسيطة إخوتي وأخواتي يعني يسوع المسيح حي نعم مات على الصليب لكنه حي قام من الأموات تعرف هزم القبر وهزم الهاوية وهزم الشيطان وله السيادة والسلطان هو حي وبيعمل من خلال كنيسته بيعمل من خلال أولاده ولأنه حي يوم من الأيام رح يرجع يخد لكنيسة كتاب المقدس ماشي بوضوح بتسلسل بتناغم ما بتلاقي قصص مثلا هيك مذكورة هيك مجرد تضرب لك كلمة وخلاص بدون الإثبتات فأي شيء لازم نحكيه فعلا لازم يكون مثبت فأنا بصل لأنه رب يعني ألقى دوق في هذا الموضوع وفتح الذهن ربي باركك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر